فجوة واسعة في مواقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بينهما مماثلة ربما لوقوف جونسون وفندرلاين متباعدين لأسباب أكثر من التباعد الاجتماعي ومخاوف تفشي فيروس كورونا الطرفان اتفق على ضرورة أن يكون الأحد المقبل يوما حاسما بشأن استمرار المحادثات أو الإقرار بالفشل الكامل الموقف من جهتنا واضح سنسلك كل السبل فما زلنا نرغب في التواصل الاتفاق لاتجارة الحرة ولكننا لن نضحي بالمبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوقنا السيادية ومن المهم أن يعيى الاتحاد الأوروبي ذلك لكن موقف لندن الذي يدعي أنه لا يعبأ كثيرا بالاتفاقية يخالف الحقيقة إلى حد ما فالمنافذ الحدودية التي تتحرك فيها الشاحنات والبضائع حاليا بسلاسة بالغة ستواجه مشكلة حقيقية إذا ما فشلت المحادثات بل إن حركة الأفراد أنفسهم ستواجه أيضا عقبات خاصة في ظل تفشي كورونا كان هناك ركود أصابت تجارة الدولية حتى قبل تفشي كورونا ثم ازداد الأمر سوءا مع انتشار الوباء وهناك حاجة بالغة لبعض الإشارات الإيجابية بالنسبة لحركة التجارة هذه والاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيكون له دور مهم في هذا الصدد ورغم استمرار الطرفين في الحديث عن التباعد في المواقف يرى محللون أن سياسة حافة الهوية ربما تنجح هذه المرة أيضا ويتوصل الطرفان لتفاهمات مرضية قبل الأحد المقبل والدليل على ذلك أن عدم التوصل للاتفاق يحمل آثارا سلبية لكلا الجانبين لا يستطيع أي منهما تحملها بين اقتصاد ينوء بأعباء كورونا وتوترات سياسية إقليمية ودولية تجعل التقارب الخيار الوحيد السليم أشف سعد سكينيوز عربية لندن